السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مادة نشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي درس الكتلة لماس الصفحات 36-37 الكتلة لماس الهدف من الدرس وهو أننا نكتشف مفهومي الكتلة والوزن مفهومي الكتلة وكذلك الوزن إذن على بركة الله أولاً ألاحظ وأتسأل وضع أمير كرتين على كفتي ميزان وضع كرتين على كفتي ميزان فتفاجأ بأن الكرة يدات الحجم الصغيرة هي التي أرجحت الكفة نحو الأسفل الكرة التي لها حجم صغير أرجحت الكفة نحو الأسفل يعني تهدرنا على هذه الوثيقة أو للصورة الأولى سؤال مضروح أو للتساءل مضروح لماذا؟ لماذا تحركت الكفة الكرة الصغيرة نحو الأسفل؟ لماذا تحركت كفة الكرة الصغيرة نحو الأسفل؟ إذن قد ندون الأجه البدلي في دفتر التقاسي نمر إلى ثانياً أنجز هناك نشاط النشاط الأول قامت ريم بقياس كتلة عشرين حبة فاصوليا عشرين حبة فاصوليا ثم أربعين حبة منها ثم أربعين حبة منها وأخيراً ستين حبة وأخيراً ستين حبة بواسطة ميزان فكانت القياسات كالآتي بالغرام يعني حصلت بعدما قاست ريم حبة الفاصوليا الأولى يعني عشرون حبة من الفاصوليا فحصلت على القياس بالغرام وهو ثمانية عشر جراماً في الميزان أما يعني أربعون حبة من الفاصوليا فكان وزنها أربع وثلاثون جرام أما ستون حبة من الفاصوليا فحصلت ريم على خمس وخمسون جراماً نمر إلى أليف أضع علامة أمام الجواب الصحيح تناقصت الكتلة عندما نضيف حبة الفاصوليا هل تتناقص الكتلة عندما نضيف حبة الفاصوليا فهنا عشرون وهنا أربعون وهنا ستون هنا تمانية عشر أصبحت أربع وتلاثون عندما أضفنا حبة الفاصوليا أضفنا كذلك حبة الفاصوليا فأصبحت خمس وخمسون هل تزايدت أم تناقصت؟ نلاحظ أنها تتزايد تتزايد كتلة الكتلة عندما نضيف حبة الفاصوليا نعم تتزايد الكتلة عندما نضيف حبة الفاصوليا وهذا الملاحظ هنا عشرون أربعون ستون كذلك يتغير وزن الميزان عندما نضيف حبة الفاصوليا من ثمانية عشر جرام إلى أربع وثلاثون جرام إلى خمس وخمسون جراماً لا تتغير الكتلة عندما نضيف حبة الفاصوليا خطأ بل تتزايد وتتغير تتزايد الكتلة عندما نضيف حبة الفاصوليا إذا الجواب صحيح هو الجواب تتزايد الكتلة عندما نضيف حبة الفاصوليا با لاحظت لي أن عدد حبة الفاصوليا تتضاعف مرتين في الوزنة الثانية هذه الوزنة مقارنة بالأولى مقارنة بالوزنة الأولى ولكن الكتلة لم تتضاعف كيف ذلك؟ هنا عشرون وهنا ضاعفت الحبات أصبحت أربعون إذا ضاعفنا هذا الرقم يعني نضربه في إثنان تمانية عشر نضربها في إثنان كم تساوي؟ تمانية عشر مضروبة في إثنان سوف تعطينا ستة وثلاثون ستة وثلاثون لكن المحصل عليه في الوزنة الثانية وهو أربعة وثلاثون أقل من مما كان تتوقعه رين اقترح تفسيرا لذلك حبات الفاصولية ليست ذات كتلة متساوية التفسير هو أن حبات الفاصولية ليست لها كتل متساوية أن كل حبة على حدة لها وزن يخصها يعني ليست لها كتل متساوية هذا هو التفسير حبات الفاصولية ليست ذات كتل متساوية حبات الفاصولية ليست ذات كتل متساوية نمر إلى جيم أحسب الكتلة المتوسطة لحبات الفاصولية في الوزنة الأولى ثم في الوزنة الثانية إذا أردنا حساب الكتلة المتوسطة لحبات الفاصولية فأولا وجب أن نأخذ يعني تنشد الوزن الوزن نقسمه على عدد حبات الفاصولية نأخذ الوزن نقسمه على عدد حبات الفاصولية لحساب الكتلة المتوسطة لحبة الفاصولية في الوزنة الأولى وفي الوزنة الثانية وجب أخذ يعني نأخذ هذا الوزن هذا ونقسمه على عدد حبات الفاصولية ونقسمه على عدد حبات الفاصولية إذا لدينا في الوزن 18 جرام نقوم بقسمها على 20 18 جرام مقسمة على 20 تساوي 0.9 جرام فيما يخص الوزنة الأولى نمر إلى الوزن الثانية كم عندنا في الوزن؟ 34 جراماً وكم عدد حبات الفاصولية؟ 40 إذا نأخذ 34 جرام مقسمة على 40 فنحصل على مدى 34 جرام مقسمة على 40 حباً من الفاصولية تساوي 0.85 جرام 0.85 جراماً وكذلك إذا أردنا حساب الوزنة الثالثة بنفس طريقة نأخذ الوزنة 55 جرام مقسمة على 60 جرام ونحسب النتيجة أعادت ريم المناولة السابقة باستعمال 20 حبة عدس فوجدت القيمة 12 جرام إذن هنا وضعت ريم عدس عوضة الفاصولية كم حبة من العدس؟ وضعت 20 حبة من العدس فحصلت على مدى؟ فحصلت على قيمة 12 جرام 12 جرام فيما يخص العدس أحسب الكتلة المتوسطة لحبة واحدة من العدس كذلك نأخذ الوزنة المحصل عليها في العدس إثنى عشر جرام مقسومة على عشرون مقسومة على عشرون نحصل على سفر فاصل ستة جرام سفر فاصل ستة جرام أقارن الكتلة المتوسطة لحبة من العدس بالكتلة المتوسطة لحبة الفاصولية فهنا يعني في التجربة الأولى عندما كانت الفاصولية فقسمنا تمنتاشر جرام على عشرون تمنتاشر جرام على عشرون فحصلنا على سفر فاصل تسعة جرام أما فيما يخص العدس فتناش مقسومة على عشرون حصلنا على سفر فاصل ستة جرام لاحظوا ما بين سفر فاصل ستة جرام و0.9 جرام أن كتلة حبة الفاصولية أكبر من كتلة حبة العدس المقارنة هو أن كتلة حبة الفاصولية أكبر من كتلة حبة العدس وهو إتنتاج نستنتج أن الكتلة تتعلق بكمية وطبيعة المادة السندج تتعلق القتلة بكمية وطبيعة المادة نشط الثاني أعلق كل من كرية معدنية وممحات وكتلة معلمة كرية معدنية ممحات كتلة معلمة بواسطة خيط إلى حامل تابت فهذا هو الحامل تابت بواسطة خيط إذن أنظر الرسم فهو الوثيقة خمسة ثم أقوم بعد ذلك بقطع الخيط يعني يتم قطع الخيط فماذا يقع؟ سوف تسقط كل من الكرة المادنية وكذلك الممحات والكتلة المعلمة ألاحظ وأملأ بما يناسب جاذبية الأرض وزن كتلتها تسقط الأجسام رغم اختلاف اختلاف ماذا؟ اختلاف الكتلة اختلاف كتلتها على ماذا؟ على سطح الأرض بفعل ماذا؟ بفعل جاذبية الأرض التي نسميها نسميها بماذا؟ بوزن الجسم بوزن الجسم نمر إلى النشاط الثالث النشاط الثالث تم قياس كتلة جسم ووزنه على سطح الأرض يمناطق مختلفة لدينا مدينة دالبيضاء ومنطقة بخط الاسيواء يمثل الجدول التالي نتائج القياسات المحصلة عليها النتائج القياسات المحصلة عليها إذن مع لماذا حصلنا بهذه المنطقتين مدينة الضالبيضاء ومنطقة بخط الاستيواء حصلنا على كتلة جسم بالكيلومتر وكذلك على وزن الجسم ولنرموز له بآن فالملاحظ هو أننا قصنا الكتلة ديال واحد الجسم والوزن دياله منطقتين مختلفتين ونفس الجسم ولكن قصناها بالمنطقة ديال الضالبيضاء ومشينا المنطقة بخط الاستيواء وكذلك قمنا بالقياس ديال الكتلة ديال وزن دياله وكذلك وزن الجسم دياله فشن الملاحظ؟ لا ألاحظ أستنتج وذلك بملء الفراغات بالآتي تابتة يتغير المكان يتغير وزن الجسم بتغير المكان بينما كتلته تبقى تابتة بينما الكتلة تبقى تابتة كيفاش هذي الجبلة هذي؟ فلاحظوا أن الكتلة تتبقى لنا تابتة الكتلة عشرة كيلوغرام عشرة كيلوغرام مهما مشينا الضالبيضاء ولا مشينا لمنطقة بخط الاستيواء ولا مشيو الرباط ولا مشيو الكازابلونكو ولا مشيو المحمدية فننبت بشينا لأي منطقة فتتبقى عندنا هذي الكتلة ديال الجسم بالكيلوغرام تتبقى عندنا تابتة أما فيما يخص وزن الجسم فهو يعني يتغير بتغير المكان فبنسبة للبطال البيضاء كان 98.1 لكن بمنطقة خط الاستيواء أصبح 97.1 ماذا نقول؟ يعني شنو غاد نستنتجو أن يتغير وزن الجسم بتغير المكان لكن القتلة تبقى تبقى كونسطانس ولا تبقى تابتة ثالثا أدون استنتاج في دفتر تقصي رابعا أستثمر تعلمتي النشط الأول لدينا إناء لهم القتلة نفسها عندنا إناء هذا فيه ماء وهال إناء اللي فيه الزيت سكبنا في الأول لترا من الماء كبنا في الأول لتر من الماء وكبنا كذلك صبينا في الثاني لتر من الزيت وفي الثاني لترا من الزيت ألف أحدد كتلة الإناء وهو فارغ مطلوب أننا نحسب الكتلة دي الإناء وهو فارغ لا يحسب لا على ماء ولا على زيت هنا في هذه التجربة هذي سنقوم بحساب كتلة الإناء وهو فارغ لأنه عندنا هنا الإناء فارغ وعندنا كذلك الكتل باش نوزنه إذن عندنا هذا الإناء هذا شنو هما القيم المحتوطة لنا هنا عندنا 100 جرام وعندنا كذلك 50 جرام وعندنا 30 جرام سنقوم بجمع هذه الكتل فهي وزن هي الوزن دي لها الكتلة دي لها الإناء الفارغ إذن عندنا 100 جرام زائد 30 جرام زائد 50 جرام يعطينا 180 جرام دي لكتلة الإناء وهو فارغ إذن إذا زينا هذا الإناء هذا وحسبناه فغادي نصيبوه تيوزلينا 180 جرام جيد جدا إذن نمر بالنسبة الباء أحسب كتلة لترين من الماء إذن غادي نمشو لهذا المناولة لهذه التجربة فعندنا لتر من الماء وعندنا هاد الكتل هادي باش قصنا هاد لتر من الماء إذن باش غادي نحسبو الكتلة دي لتر من الماء غادي نجمو هاد القيام هادو وغادي نحيدو منهم يعني الوزن دي لإناء وهو فارغ إذن شحن حسبنا لإناء وهو فارغ حصلنا على 180 إذن المجموعة دي لهادو ناقص 180 غايعطينا كتلة لتر من الماء إذن شحن تسوينا عندنا واحد كيلو جرام لتيمتلينا واحد كيلو جرام تيمتلينا ألف جرام زائد مئة جرام زائد خمسين جرام زائد ثلاثون جرام ناقص كتلة الإناء وهو فارغ اللي هي 180 جرام تتعطينا تتعطينا 1180 المجموعة دي لهادو ناقص 180 تعطينا ألف جرام إذن كتلة لتر من الماء فهي 100 ألف جرام ألف جرام نمر إلى جين أحسب كتلة لتر من الزيت بنفس الطريقة بنفس الطريقة لدينا لتر من الزيت وكذلك لدينا الكتل الكتل اللي هي تتقسل من الزيت وكذلك الإناء اللي تحتوي على هذا الزيت هذا باش نحسبوه الزيت فقط نجمعوه هاد الكتل هادو سننقص منهم هاد يعني الكتلة دي الإناء وهو فارغ سنحصلوه على كتلة لتر من الزيت إذن عندنا كام عندنا 1 كيلو جرام اللي هو تيمتلينا ألف جرام زائد مئة جرام زائد خمسون جرام زائد ثلاثون جرام زائد عشر جرام ناقص الكل ناقص مئة وتمانون يعني كتلة الإناء وهو فارغ غادي تعطينا هاد المجموع هادا غايعطينا ألف ومئة سبعين ناقص مئة تمانين دي القتلة دي الإناء وهو فارغ إذن غادي نحصلوه على قيمة دي تعمية وتعين جرام اللي هي كتلة لتر من الزيت كتلة لتر من الزيت وهي تسعمائة وتسعون جرام دان السنتج السنتجو يعني ماذا نستنتج أن كتلة لتر السائل تتعلق بالمادة المكونة له تنسنجو أن الكتلة دي اللتر لتر واحد من السائل اللتر تتعلق بهديك المادة المكونة له لأننا حصلنا حسبنا لتر من الماء حصلنا على ألف جرام وحسبنا كتلة لتر من الزيت وحصلنا تسعمية وتسعين جرام وربما نحسبوه الحليب ما غايعطينا قيمة آخرى نحسبوه شي سائل آخر كذلك يعطينا شي نسبة آخرى إذن السنتج وهو أنه كتلة لتر سائل تتعلق بالمادة المكونة له يعني تضخ ثالف من سائل إلى سائل يعني الكتلة ما تسكونش تابتا وما تسكونش فيه إذن هذا هو الستنتج أن الكتلة لتر سائل تتعلق بالمادة المكونة له نمرو إلى l'activité numéro 2 غادي شوفو l'activité numéro 2 تيتا جو رمبي par les termes convenables la masse, le poids le poids d'un corps il a force exercée par la terre sur ce corps وزن الجسم ما وهو القوة المسلطة من طرف الأرض على هذا الجسم على ذلك الجسم la masse d'un corps il a quantité de matière continue dans ce corps بالنسبة لكتلة دي الواحد الجسم هي الكيمية دي المواد التي تحتويها هذا يحتويها هذا الجسم تيت بي cette photo comporte une erreur هات صورة هادي يعني تتحمل لنا واحد الخطأ فيها واحد الخطأ كال مو جيس فوتي المتر pour corriger cette erreur يعني شنا هي الجوم اللي ممكن أننا نعملو هنا باش نصلحو هاد الخطأ لهذا الخطأ عندنا هنا الواحد نت 50 kg حسنا نرملاسي وعلينا نرملاسي وردي نكتبو لماس لماس نت 25 kg ان نرملاسي الفوى سوف نعود هذا البواء في بلاسو ماس سوف نغطيه في بلاسو ماس سوف نكون هذا الخطأ المكتوب على هذه الصورة تعاية الله وحفظه